اشتركوا في القناة لقاء بحث مجمل المواضي العليقة بالتعليم سيما التخصصات العلمية التي تعاني منها المدرسة الشادية تقينا اليوم بفقامة الرئيس إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة قدم لنا فقامة الرئيس لاحظة أن التعليم الرغم من الجهود المبزولة من قبل الدولة في كثير من المجالات ظل التعليم يراوح مكانه فقامة الرئيس ركز خاصة في مسألة التعليم المجالات العلمية هناك عدم اهتمام للتلاميذ للأسامة العلمية وبالتالي هناك نقص كبير الآن في الطلاب الذين يسلكون مسالك علمية في التخصصات سواء كان في الأحياء في الرياضيات وغيرها ولذلك فقامة الرئيس أعطى توجيهات صارمة من أجل أن تقوم وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ووزارة التعليم العالي بالتخاص كافة التدابير والقيام بكل ما يجعل الطالب يهتم بمجال التعليم العلمي اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة ومساعد رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني ومستشاره التربوي قدم فيه فخامة رئيس الجمهورية توجيهات لمسؤوليات تربية نحن فعلا ندرس لكن نخرج أناس في مجالات أدبية أكثر والبعض حتى لا يجد في النهاية مجال تخصص يسمح له بأن يدخل إلى سوق العمل المجالات العلمية طبعا مجالة تسمح للواحد أن يتخصص في مهنة معينة من المهن ويستطيع إيجاد فرصة عمل في أقرب الأجال الرئيس الجمهورية ركز وشدت على ضرورة أن تقوم الوزارة بكافة الإجراءات ومن أجل أن تكون هناك أقسام علمية دعوة الطلاب توعيتهم محاولة جذبهم إلى التخصصات العلمية اللقاء طرح أيضا التركيز على دور المعلم وتدريب الأجيال وتوجيههم بالإضافة إلى الواجب الذي يقع على عاتق عمال هذا القطاع الحيوي التطرق إلى عدد من مشاريع الاستثمار بين البلاد والجمهورية التركية عبر شركة سومة التركية للإنشاءات هو فحوى المقابلة التي جمعت فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديفيد نو والسيد أحمد أنفار سيان المدير العام النائب لشركة سومة التركية وتعتبر هذه المقابلة الثانية من نوعها بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي طيب رجب عردقان إلى البلاد والتي تمخذ عنها عدد كبير من الزيارات لرجال أعمال من جمهورية تركيا إلى تشاد وخلال النصف ساعة تقريبا سمحت المقابلة لوفد شركة سومة تركية بأن تعرض خرائط ومجسمات لبناء مطار الجرماية والتي يبعد من العاصمة أنجمين بحوالي 45 كلمترا والذي سيكون بمثابة مطار دولي تنتبق عليه المواصفات العالمية هذا ما أكده السيد أنفار سيان خلال المقابلة حيث أضاف بأن المطار سيبنى على مساحة تقدر بحوالي 10 كلمترا أو أكثر وعقب المقابلة قال مدير تنمية المشاريع بالشركة سيد أحمد البشير محمد بأن الشركة كانت لها مقابلة مماثلة مع فخام الرئيس الجمهورية إدريس دابيتنو وفي هذه المقابلة قدمت شركته إلى فخام الرئيس الجمهورية خرائط ومجسمات للمطار المراد تنفيذه بالجرماية والعمل يجري على قدم وساق مع الوزارة المعنية بالشأن لتفعيل اتفاقيات المبرمة بالخصوص زيارة هذه طرحنا لأخر رئيس وجهة نظرنا في المشروع كيف تكون ووضحناها لعطيناها في الخرائط والمستندات كيف نظرتنا كيف يكون ممكن الاستثمار في موضوع المطار وفي موضوعات أخرى إن شاء الله بالتأكد نعم فيه إن شاء الله سيكون فيه تعاون جد وأحد الوزراء إن شاء الله سيكون على تواصل معنا بخصوص المشروعات المقترحة بإذن الله شركة سومة تركيا دابت في العمل في كثير من الدول الأفريقية وهي تعمل في مجال البنية التحتية والإنشاءات والمطارات والكبر والجسور ومراكز الأسواق وغيرها